للمزيد من المتابعة بينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور أحمد سيد أحمد خبير الشؤون الأمريكية بمركز الأهرام لأدرسات السياسية أهلا بك يا دكتور وكل عام وحضرتك بألف خير عام وخير أستاذ أنالسي وكل مشاهديك الكرام الحقيقة الكل كان ينتظر ماذا سيحدث بعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان هل بدأت تتضح الصورة الآن يا دكتور هو في الواقع أن ما سيحدث بعد القوات الأمريكية وحتى قبل إتمام الانسحاب القوات الأمريكية في ستمبر أي ما بعد أقل من أربعة أشهر بدأت المؤشرات في اشتعال وربما اندلاع الأسلاح الأفغانية بأعمال العنص وقشل حتى هدنة عيد القطر المبارك لمدة ثلاثة أيام في وقف إراق الدماء بعد الحادث الذي وقع منذ أكثر من أسبوع أكثر من عشرات القتلى وأكثر من مئات المصابين في أحد المساجد في أحد أحياء كابول أعتقد أيضا في مدرسة للبنات كل هذا بيعكس أن القوات الأمريكية الآن هدف هو أصبح الانسحاب في حد ذات والهدف الأساسي دون أن يتزامن ذلك مع ترتيبات حقيقية لما بعد الانسحاب فيما تعلق بجهزية القوات الأمنية الأفغانية في السيطرة على أفغانستان والتعاون مع التحديات وموجهة أخطار نظام طالبان فيما تعلق حتى بالعملية السياسية والمصالحة واتفاقات السلامة التي المفروضة أن تتوقع بين الحكومة الأفغانية وبين الطالبان أعتقد أن بايدون يريد أن ينفذ وعده الانتخابي ويأخذ القوات الأمريكية رغم أنه أخرها أكثر من مايو هذه النقطة تحديدا دكتور أحمد يعني ربما الانسحاب المشروط من الولايات المتحدة الأمريكية والذي تم الإعلان عنه في عهد ترامب تحديدا بوجود هدنة بين القوات الأفغانية وطالبان كان ذلك ربما سبب التأجيل أكثر من مرة ولكن الآن مع وجود بايدون قال أنه سينفذ وعده الانتخابي بانسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من أفغانستان ولكن بدون شروط مسبقة إلى أي مدى ذلك بدأ يتضح الآن دكتور أحمد بوجود هذا الانفجار الذي وقع اليوم في قندهار أنا فاعتقادي أن هذه المؤشرات ربما قد تغير من مصار هذا الانتخاب الأمريكي في نهاية المطال بمعنى آخر أن الطالبان الآن متأهبة في كثير من المناطق يستورد قريبا حتى أمس على أحد أحياء في كابو بمعنى آخر أن الشروط الآن التي كانت الانتخاب يتم من خلالها وفقا للاتفاق الذي وقع في سبراير عام 2020 بين أمريكا وبين حركة الطالبان هذا الاتفاق أيضا كان ينص على الانتخاب التدريجي وعلى معجمات قوات الأجنبية وعلى كونها كعملية سياسية الآن بايدن ينسح بدون رؤية واضحة أنه يريد أن يقول أو يؤثر رسالة أنه فيه بعد 20 سنة من 11 سبتمبر ويوم 11 سبتمبر 21 ساعتين من اتحاب القوات الأمريكية في إتمام المهمة ولكنها حقيقية تعبر عن هل أمين لا انتصار ولا انهزام يعني بمعنى آخر أن أمريكا تريد أن تقرر سيناريو الصومال بمعنى أن التكلفة العالية البشرية والمالية أكثر من تريليون دولار والبشرية أكثر من ثلاثة ألاف قتيل وعشرات الألاف من المصابين من الأمريكيين من الجنود يريد بايدن يوقف هذا النزيف لكنه في نهاية المطار سيترك أفغانستان مثل الصومال دولة محنظة لها بخاطر غير قادرة حقيقية حقيقة على بسط الأمن والاستقرار حضرتك تفضلت بنقطة مهمة أو مصطلح مهمة دكتور أحمد يعني فكرة الانسحاب الأمريكي من أفغانستان والذي ينافذه بايدن تحديدا لا انهزام ولا انتصار نكون نتحدث عن هذا الانسحاب سيكون له مزايا بالنسبة للجانب الأمريكي الميزانية الضخمة التي تصرف على وجود القوات الأمريكية في أفغانستان وأيضا اللي حضرتك تفضلت فيه فيما يتعلق به يعني الضحايا الذين يروحوا من القوات الأمريكية في أفغانستان أتحدث هنا عن الجانب الآخر السلبيات التي تنتج عن خروج الولايات المتحدة الأمريكية من أفغانستان يا دكتور ووقعها على الجانب الأمريكي نعم يعني أنا فأتقاضي أنه ربما الخسائر أكبر من المكاسب بمعنى إذا كان المكسب هو تقليل التخفيض التكليفة وسحب هما 2015 جندي القوات الأمريكية كانت مات ألف فيه بداية منذ 16 سستامب 2001 وانخفضت وزادت لكنها الآن هي 2015 جندي تقوم بمهمة تدريب القوات الأفغانية الخطورة حتى الآن أن حركة طلبان الآن لديها قوة على الأرض حركة طلبان هي حركة متشددة وبالتالي هذا يعطي مستقبلا ربما مظل مع غياب الرؤية الشامية لما هي ترتبتنا بعد الانسحاب بمعنى أن الآن حتى مجرد هدن الوقت في طلاق المارسة للفترة النهارة بسبب لك كيف يمكن تحقيق اتفاق سلام حقيقي ومصالحة وطنية بين طلبان من ناحية كفاصيل وهي عندما في المجتمع الأفغاني وبين الحكومة الأفغانية وأعتقد أن طلبان تحاول أن تستفيد من الانسحاب الأمريكي يترك فراحة حول تملأه وبالتالي هنا طلبان تجنبت حتى في الأيام السابعة الماضية مهاجمة القوات الأجنبية، قوات حلف الناتو، القوات الأمريكية ولكنها تركز على القوات الأفغانية وبالتالي هذا سيكون الأكبر المخاسر هو أن تنجاري في أفغانستان حقيقية إلى حرب أهلية شاملة وبالتالي هنا تحاول إلى نموذج الصومالي بمعنى الصومالة الأفغانستان وبالتالي هنا طبما انهيار لها الهجزة الأمنية ولذلك المنهج الأساسي في التعامل مع أمريكا وهو فكرة حرب على الإرهاب وهزيمة حركة طالبان لم تنجح لأن التركيز فقط كان على البعض العسكري لم يكن هناك تركيز على التنمية، على الاستقرار السياسي، على بناء الدولة الأفغانية وبالتالي هنا أفغانستان ستاجن حقق فيها 20 سنة من الصمار التركيز فقط على الجانب العسكري الذي أصلا فشلت في إصال شائفة تحرك الطالبان الإرهابية ولكن حتى لو لم يكن هناك هجوم على القوات الأمريكية خلال الأسبوع الماضية ولكن الحقيقة أن الأسبوع الماضي كان فيه هجوم من طالبان على أحد المنشآت الأمريكية وأعلنت طالبان مسؤوليتها عن هذا الهجوم على هذه المنشآت السؤال الآن، إن كانت طالبان تريد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية وأثناء الانسحاب يحدث هذا الهجوم على أحد المنشآت الأمريكية إذن يظل السؤال مطروح من الذي تريده طالبان الآن دكتور أحمد يعني الطالبان تحاول تريد أن تقول رسالة أنها لم تنهزف في الحرب الأمريكية على الهاتف 23 السنة الماضية الرسالة الثانية أنها تقول أنها لها اليد العليا في أفغانستان لكن أنا فيعتقاد هي تعرف جيدا أن هناك يعني بايدون يحاول تنفيذ بعضه الانتخاب وبالتالي تحاول إساءة رسالة لأقوات الأجنبية لكن أنا فيعتقاد حتى الآن طلبان حريصة على عدم أيضا إجراء طلبات قبرى لأقوات الأجنب فيما يعني تأخير جزء الانسحاب هي فيما صحتها الانسحاب تريد أن تنفرد بيئة الساحة الأفغانية أعتقد أن هذه الانفجارات المتكررة في أفغانستان تنزل حقاقتها حقاقتها بأن وضع مقبلة بشكل كبير على وضع خطيرة حقاقتها في أفغانستان